منذ عام ونصف والأزمة المتعلقة بالدولار مستمرة حيث أشر مختصون بالشأن المالي أبرز موارد الخلل التي تسببت بها إجراءات البنك المركزي والحكومة في هذا الملف والذي تسبب بهدر كبير في الأموال البنك المركزي والحكومة فشل في تحديد موقف العراق تجاه أمريكا من التعامل مع الدول التي تحضر الولايات المتحدة عليها استخدام الدولار وتضيق التعامل التجاري معها كإيران وسوريا خلافا لدول أخرى نجحت في الاتفاق مع أمريكا على صيغة تتعامل بها مع إيران وسوريا وتركيا دون أن تواجه قيود كالتي وجهها العراق الحكومة فشلت في معالجة موضوع صغار التجار الذين يتجاوز عددهم حسب معلومات حكومية 400 ألف تاجر ومورد سلع في العراق يمارسون التجارة خارج الإطار الرسمي ويعتمدون في تغطية استراداتهم على الدولار الموازي حيث يتهربون من استخدام المنصات والتحويل الرسمي لأسباب ضريبية وتجاوز التأخير الناتج عن تدقيق التحويلات إلى جانب الفشل في معالجة مشكلة المضاربة والعمولات التي تحصل عليها المصارف والبنوك حيث تشتري الدولار بالسعر الرسمي 132 وتبيعه بسعر يتجاوز 140 دون أن تظهر ذلك في سجلتها ومن دون إجراءات محاسبة قانونية رادعة كل هذه الأسباب أحدثت الفجوة في سعر الدولار وعدم استقراره وبسببها تضيع وتهدر المليارات فضلا عن دخول مصارف عربية وأجنبية واستحواذها على مزاد بيع العملة بحجة تسهيل إجراءات التعامل مع البنوك العالمية فتعظمت أرباحها على حساب العراق